اليوم ما فيش حد يقدر يزايد عليكم حتى بنص كلمة لأنكم قدمتوا رواحكم لله ثم للوطن قدمتوا أكتر من مية شهيد باش تحرّت أسداده وبوغرين والوشكة أمس كانوا يقولوا عليكم عصابات وميليشيات وإرهابيين ولما صح الصحيح وينهم؟ وينهم اللي كانوا يشككوا في حبكم لبلادكم؟ وينهم في الميدان؟ وينهم اللي كانوا يعتبروا فيكم أنتم بسبب المشاكل في البلاد؟ ويعلقوا في فشلهم عليكم أنتم قاعدين عاقلين يراجوا فيكم تفكوا عليهم من غول اللي قاعد لهم بوعب على العالم العالم اللي حتى هو تنكر ليكم والتضحياتكم والفروسيتكم لكن احنا مش هنكونوا إزيهم ومش هنقولولهم أنتم قلتوا 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 ومش هنوخروا زي موخروا هم ومناش محاسبينهم يحاسبهم ربي ويحاسبهم التاريخ لأن احنا ما ندفعوش عليهم احنا ندفعو علي شيء كبير اسمه ليبيا ندفعو علي أرض وأرض وهذا قدرنا قدرنا أننا ندفعو تمن حريتنا أنا عارف أن أغلبكم ما تحتاج حتى عشرة جنيه فما بالك بحوش و سيارة وفي المقابلة اللي قاعد عاقل يملك الفلل والقصور وأسطول سيارات وملايين في الحسابات بره وداخل لكن اللي عندكم أنتم وهم ما عندهمش راحت البال وعزة النفس وقوة القلب أنتم ملوك ايه؟ اللي قدم دمه باش يدافع على ترابب لادا هو الملك واتوا روحكم وخلوكم جاهزين باش تدوا على المرتزق الإرهابيين في مقرهم الرئيسي في سرط الله أكبر 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 الله أكبر